بداية الحلقة عايز أذكركم وأذكر نفسي وأذكر مصر وأذكر العالم أن هذه هي أيام الدواعش أيام استهداف إخوانا المسيحيين في كل مكان في العالم يحلو للمتطرفين استهداف المسيحيين في أعيادهم في الخمستاشر يوم دول من أول أعياد الكريسمس لغاية بعد ستة وسبعة يناير هذا تعلمنا من التاريخ ومن الحياة ومن العالم في السنوات الأخيرة كان الاستهداف عالميا كنا بنشوف كنائس كثيرة كنا بنشوف استهداف مسيحيين كنا بنشوف استهداف دول أوروبية وطبعا الحمد لله ربنا يعني حبانا بالأمن والأمان وحماية إخوانا المسيحيين لكن النهاردة كان في داعش طلعت صور كده وفيديو لعمليات قطع رأس بابا نويل قطع رأس بابا نويل وكأنهم لما حووا على فكرة أنا شخصيا من الناس اللي بياخد الدواعش جد يعني أنا في كده تنظيمات معينة تهزر إنما دول بخدهم جد من الخبرة يعني ما بيعملوش حاجة أو يعني يمهدوا لشيء وهم من النوع اللي بحبوا داوي نوع يمهد ويبين ويتباهى يعني طبعا شوك الداعش قد انكسرت كثيرا ولكن ما يسمى بالذئاب المنفردة موجودة في كل مكان في العالم وإشاعة التطرف وإشاعة الرعب وإشاعة الخوف ما دالت موجودة داعش ليست أفرادا داعش هي فكرة الأفراد قد يموتون ولكن ما دالت الفكرة موجودة الانتقام والتنكيل بكل من يعني لا يتماشى مع أفكارهم ويتماشى مع معتقداتهم فكرة الأ Liebe ويتماشى معوهم شكرا